اشتركوا في القناة سطرت الرياضة البحرينية انجازات من ذهب في مختلف المحافل الخليجية والعربية والعالمية وعانق أبطالها السماء بانجازاتهم التاريخية التي تحققت بإصرار وعزيمة منهم في ظل ما يحظون به من دعم ورعاية تتلقاها الرياضة البحرينية من لد جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب الخطط الطموحة التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للنهوض بالقطاع الرياضي بجانب المبادرات والفعاليات النوعية التي تم إطلاقها بإشراف مباشر من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فعلى جميع منصات التتويج الرياضية كان لمملكة البحرين النصيب الأول فيها على صعيد سباقات القدرة سجلت تاريخ فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد في منافسات بطولة العالم للقدرة في فرنسا وهو إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق الملكي للقدرة مما وضع الفريق في مكانة متميزة في هذه الرياضة العريقة التي تمثل جزءا من تاريخنا وتقاليدنا العربية الأصيلة أما على صعيد الأولمبياد تواصل المملكة دورها الرائد في النهوض بهذا القطاع الحيوي عبر تلك النجاحات والمكتسبات التي حققتها البلاد وجاءت آخرها بحصول أربع ميداليات ملونة في الألعاب الأولمبية العالمية التي انعقدت في باريس وتبوأت المملكة المرتبة الأولى عربيا وفي مختلف الألعاب الرياضية على سبيل المثال كرة السلة فقد توج منتخب مملكة البحرين بلقب بطولة الخليج السابعة عشر لكرة السلة للرجال بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب الوطني ليحسم اللقب لصالحه وبالنسبة لكرة القدم تواصل مملكة البحرين تمييزها ولعل تتويج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الأول في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين خير دليل لا شك أن هذه الإنجازات والأداء المشرف يؤكد على ما تمتلكه مملكة البحرين من طاقات عالية من الإصرار والإخلاص وحب الوطن فجاءت هذه الإنجازات الرياضية لتعزيز سمعة المملكة رياضيا في مختلف المستويات والمحافل الرياضية